لكن خلينا اقول احبائي الكتاب بقول ذبائح الله يروح منكسرة القلب المنكسر والمنصحق يا الله لا تحتقره ولاحظ كلام الله في نبوة الشعياء بيقول لانه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الابد القدوس اسمه في الموضع المرتفع المقدس اسكن ومع المنصحق والمتواضع الروح لأحيا روح المتواضعين ولأحيا قلب المنصحقين الشعية 57 آية 15 شوفوا لما انا باجي باعتراف وندامي لما انا باجي بتوبة حقيقية اقصد اريد ان اتغير مش عاوز ارجع لهذا الخطية لما ااجي انا بتوبة حقيقية واعني انه اسلم حياتي انه يسود على حياتي والمسيح يكون الملك والرب فانا باجي بتواضع انا باجي بانكسار الانكسار زي ما الانسان بينكسر جرّة بتكسرها بالظبط ما عندكش اشي تقدم لالله بنصحاق بقول ولأحيي قلب المنصحق عاروش يعني المنصحق عنا بالقديم لما كانوا بيجيبوا القمح وبحطوه بين الحجرين وبخلوه يطحن يجرش هذا القمح حتى يصير دقيق ناعم بصير طحين ناعم فالانسان اللي بيجي يعني كأنه يضق بالكامل ما عندكش اي شيء ولا صلاح ولا اي شيء فيك ترضي الله فانا باجي على هذا الاساس والله بيقبلني باجي بتوبة حقيقية